حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة وحملت مصر الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ومن دون قطاع وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة محذرة من أن عدم التعامل الفوري مع المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات سيؤدي إلى كارثة إنسانية وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة